بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نكمل مع بعض listen to the concept two types of soil اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ان انواع السويل هي ثلاث انواع sand, soil, silt soil and clay soil هناخد تجربة التجربة دي هتفهمنا اكتر يعني ايه sand ويعني ايه silt ويعني ايه clay السند او الرمال هي عبارة عن يعني material greens بتاعتها او الحوايبات بتاعتها كبيرة شوية والsilt اصغر والكلي اصغر خالص هنعمل تجربة هنستخدم فيها filter paper هنستخدم فيها funnels و measuring cups ونشوف ايه الفرق بين التلات مواد دول اول خطوة ان احنا هنحط طبق كده فيه sand وواحد فيه silt وواحد فيه clay ونجيب المagnifying lens اللي هي العدسة المكبرة ونفحص ده ونفحص ده ونفحص ده ونفحص ده نشوف يعني ايه الفرق بينه في الاولاني هنلاحظ ان اللون اصفر والgreens كبيرة الحبيبات كبيرة التاني هنلاحظ ان اللونه grey والحبيبات مدوسط التالت هنلاحظ ان الحبيبات لونها black وصغير يبقى هنسجل الكلام ده نقول ان ال sand soil بتبقى large yellow هنقول ان ال silt بتبقى medium و grey ان ال clay بتبقى small and dark وهنسمي ال sand soil هي السامبل الاولى وسيلت هي السامبل الثانية العينة الثانية وال clay هي العينة الثالثة ونعمل ايه بقى نروح نجيب الفانل اللي هي القمع كده ونحط تحت او في الفانل ده نحط الفلتر بيبر ونبتد نحط رمل ونبتد نصب مية ونشوف بعد ثلاث دقايه قد ايه من المية دي نزلت وهكذا نحط هنا فلتر بيبر ونحط silt soil ونحط المية ونستنى ثلاث دقايه وهكذا نحط برضو الفلتر بيبر ونحط الكلي ونستنى ثلاث دقايه هنلاحظ ايه بعد فترة هنلاحظ ان النتيجة قدامنا كده ان الساند سويل سمح لاغلب الميانيات عادي السلت عدى جزء وامتص جزء يعني خلى فيه جزء معداش والكلي نسبة قليلة جدا اللي عدد والباقي فضل موجود فوق بنستنتج من الكلام ده ايه بنستنتج من الكلام ده شوية حاجات ان الساند سويل الكونكولوجن بقى allow water to flow fast through it احنا لاحظنا ان الساند اغلب المي عدد يبقى بيسمح allow flow fast او allow water to flow fast through it it means that ده يعني ان large amount of porous spaces between particles معنى كده ان المسافات بين الساند وبعضه في مسافات كبيرة ان الماء يتعدي منها انما لما نيجي نبص على السلت سويل نلاحظ ان البارتكلز قريبة من بعض شوية فبتسمح لنسبة قليلة من الماء انها تعدي يبقى لو medium amount of water to flow through it this means that medium amount of porous spaces between its particles انما الكلي بقى البارتكلز قريبة جدا من بعض فما بتسمحش ليه الووتر ان هي تعدي او بتعدي نسبة قليلة جدا ده جدول بيلخص التجربة بتاعتنا بيقول لي هنا ان size of particles large يعني الجزايات نفسها كبيرة ده بالنسبة للساند في السلت بتبقى medium يعني متوسطة او صغيرة شوية في الكلي بتبقى صغيرة خالص الكالر اللون بيكون يلو في الساند في السلت بيكون جري في الكلي بيكون دارك في الساند بيكون فاست في السلت بيكون ميديم في الكلي بيكون سلو ريتينينج ووتر معناه الاحتفاظ بالماء السانده بيحتفظش بالماء يعني انت لو دلقت حبة ماء على الرمل بعد شوية مش هتلاقيهم هتلاقيهم نزلوا التحت السلت بيحتفظ به شوية الكلي بيحتفظ بالماء جدا طيب السويل بتتكون من اكتر من طبقة والسويل دي بتأثر على البيئة ازاي؟ لما يكون في سويل كتير وسويل صالحة للزراعة ده بيخلي ان يكون في مزرعات افضل والمزرعات دي تخلي درجة الحرارة مناسبة بيقولي السويل افكت the climate of ecosystem السويل بيتأثر على ال climate of ecosystem the type of plant that grow in certain soil نوع البيلانت اللي بيزرع في مكان معين have large impact on temperature درجة الحرارة في المكان ده بتأثر لان كل ما يكون في مزرعات يكون ده جار الحرارة منخفضة شوية the climate of any ecosystem المناخ بتاع ال ecosystem affect characteristics of soil in it example هنا على الكلام ده the humid areas المناطق اللي هي بتبقى فيها مياه كتير during rainfall the soil of humid areas retain large amount of water that may wash down the nutrients of soil so some minerals may fall blue soil layer this will form a hard layer that plant root can't penetrate يعني بيقولي هنا في المناطق اللي فيها امطار كتير ايه الصخور بتبتدي ان هي تتحلل وتنزل تحت التربة لما تنزل تحت التربة يتكون طبقة من الصخور تحت الايه تحت ال soil hot dry areas المناطق الحارة طبعا هنا المناطق دي بيكون فيها درجة حارة عالية جدا the soil which with clay particles اللي بيكون فيها clay particles the clay become dry التينة دي بتبتدي تنشف تبقى dry to the root condition بيبتدي بقى فيه هنا عملية dry دي بتبقى ايه الصخور صلبة شوية وما فيش مياه كتير طبعا ال dry soil برضو بيعيد نفس الكلام ان احنا ما نقدرش ان احنا نزرع فيه dry soil في المناطق السافنة دي اللي في الغابات يعني depend on each other in feeding بيفكرني هنا ان السافنة contain variety of grasses بيكون فيه grasses herbivores herbivores دي الكائنات اللي بتتغزى على الاشجار like gazelle depend on these grasses large and fast carnivores such as lions depend on gazelle يعني ده ان سلسلة غذائية كله بيعتمد على ايه على باب soil and bog clay soils which reach with clay particles retain much water very well خدوا بالكم ان كلمة retain retain water ان هي بتحتفظ بالمياه معناها ان الكلي او الكلي ده معناه انه بيحتفظ بالمياه او نسبة المياه الكافي so soil may be wet most time يبقى انا لما اجي اقولك المكان ده فيه كليه معناه انه هو بيفضل في مياه او طول السنة ان الكلي بيحتفظ بالمياه most of plants that grow in this with soil are basic for bog ecosystem the most common animals live in bog ecosystem في المناطق اللي فيها مستنقعات دي يكون فيه مسكيتو and and francisco هو الدرس كله وبرا عن معلومات عن الثلاث انواع الخاصين بي اسفلين اتمنى انتم تسمعوا الفيديو اكتر من مرة باتمنى لكم يا رب كل التوفيق كنت معكم مستر احمد الباشا باي باي موسيقى